لا جديد يذكر ولا قديم يعاد هي لعبة الانتخابات في العراق تتكرر في كل مشهد بذات السياق مقاطعة شعبية تسبق بوعود مزيفة يتلوها صراع سياسي محتدم على المناصب ينتهي عادة بتفاهم أمريكي إيراني على من يحكم العراق ما جرى الأحد لم يمثل صفعة للأحزاب فقط بل كان تنبيها لجميع الداعمين للانتخابات أن أبصروا مساركم في الرهان خاسر قال العراقيون كلمتهم بمقاطعة واسعة للتصويت هي الأكبر منذ عام 2003 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركين بالانتخابات الـ 15% وفق وكالة رويترز لم يدق ناقوس الخطر لدى الأحزاب بسبب الرفض الشعبي بل الخلاف على المغانم فقد تفاوتت النسب بين شركاء العملية السياسية لكن أتلاف الفتحة التابع لميليشيات الحجد كان الخاسر الأكبر مقابل التيار صدري الذي حصد 73 مقعدا في البرلمان وينادي بحصته المتمثلة برئاسة الحكومة أولى ملامح الصراع كانت عبر خلافات بين بعض المرشحين وصلت حد للشباك المسلح كما جرى في البصرة لينتقل الأمر إلى تصريح علني لهاد العامري زعيم ميليشيا بدر الذي لوح باستخدام القوة لرفض نتائج الانتخابات العامري وصف النتائج بالمفبركة وأكد أن تحالفه لن يقبل بها مهما كان الثمن وشدد بأنه سيدافع عن أصوات مرشحيهم بكل قوة وبصرف النظر عن المصداقية المنزوعة من حديث العامري عن أصوات مرشحيه فإن تهديده قد يمثل باكورة عمل لميليشيات بدر والعصائب وحزب الله وغيرها وينفخ النار في رماد صراع قديم كان الصدر والعامري والخزع لأركانه في المقابل لا يبدو أن مغتدى الصدر يمكن أن يفرط برئاسة الحكومة التي كانت نصب عينيه منذ مدة غير أن إيران التي تعتبر قبلة للأحزاب المتصارعة قد تعجل خطاها لرأب الصدع بين أدرعها في العراق قبل أن تتحول الشرارة إلى نار تأكل عكلاءها ومن خلفهم ترجمة نانسي قنقر